موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سروري ويشرفني أن أكون هنا في الجزائر لأول مرة خلال مسيرة طويلة ولا أعرف لماذا استغرقت وقتا طويلة للزيارة لكنني سعيد جدا لوجود هنا لقد تلقيت ترحيبا حران من وزير الخارجية ووزير التجارة ورئيس الوزراء ووزيرة ثقافة بالطبع الذي أجرينا معهم مناقشات مثمرة للغاية حول العلاقات الثنائية وكذا حول تعاوننا في شؤون الإقليمية رئيس بايدن جاد دوني الغاية في العمل مع الجزائر على أهدفنا المشتركة فيما يتعلق بليبيا على سبيل المثال حيث يبحث كلا البلدين عن خروج القوات الأجنبية وعودة السيادة للشعب الليبي حتى يتمكنوا من تحديد مستقبلهم وبالنظر إلى دور الجزائر أيضا في منطقة الساحل وفي مناطق أخرى والعمل معا للحفاظ على الثورات الثقافي الغني جدا يجب أن أذكر أيضا أن أحد موضوعاتنا المهمة جدا التي تحدثنا عنها هو فيروس كورونا وأقدم تعازي لكل الشعب الجزائري الذين فقدوا أحباءهم في هذا الوباء إن محاربة هذا الوباء هي الأولوية الأولى لإدارة بايدن ونحن نقوم بذلك بصفتنا أكبر مانح للقاحات لكوفاكس التي ستوفر جرعات لقاح لمئات الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إن شاء الله الجزائر نحن نعلم أن الجزائر لديها نفس وجهة النظر حول هذا الوضع مثل حكومة الولايات المتحدة ولذا فإننا مصممون على العمل معا على هذه الأهداف المشترك المتمثلة في التحدث إلى حلفائنا وشركائنا حول كيفية تعزيز الظروف بالضبط لأننا نرى إزالة القوات الأجنبية في أسرع وقت ممكن والتقدم نحو الانتخابات في الرابع والعشرين ديسمبر بحيث يمكن إعادة السيادة للشعب الليبي في أقرب وقت ممكن نحن نعلم أن الجزائر من خلال وزيرها الخارجي العمامرة لها صوت مهم للغاية في هذه القضية وسيتم الاستماع إليها في المنطقة وخارجها ونتطلع مع الحكومة الجزائرية بشأن هذا الموضوع المهم دور خليفة حفتار وجميع الجهات السياسية والعسكرية الأخرى في ليبيا هو قرار للشعب الليبي ولليبيين فقط وبالتالي إذا قرر أن يلعب دورا بناء وعمليا يعود الأمر إلى الشعب الليبي ليقرر بالضبط الدور الذي يجب أن يؤديه بتأكيد نحن نعمل مع شركائنا وحلفائنا نتحدث مع حليفنا الجديد تركيا نتحدث مع روسيا نتحدث مع الأوروبيين وكل الأطراف الأخرى وخاصة الليبيين لأننا نعتقد أن هذه أولوية قصوى لإزالة جميع القوات الأجنبية وإنهاء جميع التدخلات العسكري الأجنبية وكل الوكالاء المدعومون داخل ليبيا حتى يتمكن الشعب الليبي من استعادة سيادته بالكامل وبالتالي يمكن للحكومة المنتخبة في ديسمبر أن تقرر ما هي العلاقات التي تريد أن تقيمها مع الدول الأخرى بمفردها دون الضغط الذي تمثل القوات العسكرية في أراضيها مسألة أخرى نرى فيها أن وجهات النظر الأمريكيين والجزائرين تتلقى كلنا يريد أن يرى السلام والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة نحن نحيي الجزائر لدورها في عام 2015 في التوصل إلى اتفاق السلام ونتطلع إلى العمل مع الحكومة الجزائرية في محاولة لتحقيق الهدف المتمثلة في ذلك الاتفاق موقفنا الواضح هو هذا نريد أن نرى عملية قيادة للأمم المتحدة تؤدي إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف ويؤدي إلى السلام والاستقرار وهذا هو الأفضل للمنطقة وهذا ما سنضع وقتنا وطاقاتنا وجهدنا فيه نريد أن نرى اسم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن وأن نساعد ذلك الشخص على الحصول على عمله في أسرع وقت ممكن بكل دعمنا وكذلك شركائنا وحلفائنا بما في ذلك الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر